اقرأ الأمومة لو كان الأمر بيدي لجعلت لها تاريخ صلاحية ينتهي ببلغ الكتاكيت سن معينة 21 سنة مثلا عندما يتخرج الأبناء ويكتبون لأمهاتهم رسائل شكر ويتمنون لبعضهم حياة سعيدة ويذهب كل في حال سبيله يمكن السماح لهم بتبادل الرسائل بحد أقصى مرة كل أربعة أشهر وربما رسالة نصية قصيرة كل شهر لا تتجاوز 140 حرفا أظن أن هناك حيوانات تفعل ذلك من دون فقرة الرسائل بالطبع بتدون الرواية عن فرح بنت زينب بنت زينات اللي في فترة سيارة بتقرر السورة على حياتها بكل تفاصلها وبتعيد ترتيب علاقاتها بكل اللي حواليها أمها بنتها حبيبها ومضيها بترجع بيت العائلة في المنصورة بتتبرع بمحتوياته لجمعية خيرية وبتهده بتودي أمها لدار المسنين بعد تعب ونفاذ للصبر والطاقة بتمنع بنتها بالقوة من جوازة ما كانش على هواها من الأول وبتضع حد لعلاقة حب مع ممثل مشهور بعد فترة من التردد ومن خلال كل القرارات دي بنتعرف أكتر على العائلة دي وخاصة سيدتها علاقتهم ببعض وتأثير تربيت كل واحدة على بنتها فإيه اللي وصل الفرح للنقطة دي واللي أسباب اللي وراء كل قرار من القرارات الصعبة اللي خدتها في حياتها مؤخرا وهل كل فعل لازم يكون مبرر وواضح للجميع علشان تعمله عز الدين شكر في شير من كتاب المفضلين وفرحت له في الحقيقة جدا ان بعد عودته الطويلة دي بيتم ترشيح رويته علشان تخش في القايمة الطويلة لجائزة البوكر العربي أسامي زيه وزي بلال فضل وعلاء الأسواني القار هو الخسران الوحيد ان هم مش موجودين باستمرار على الساحة في حكاية فرح هنا الأمر يبدو شديد الاعتيادية من أول اسم الرواية البسيط جدا أي عمل بيكون حكي لقصة البطل أو البطلة وهو ده اللي تم في العنوان الباك كافر حتى للرواية وأسامي الفصول بتقولك فرح هتعمل ايه من البداية للنهاية يبقى هنا الكاتب بيراهن على ايه؟ على القصة نفسها عن الحك عن مدى قرب الشخصيات والتفاصيل والحاجات اللي بتحصل دي لينا احنا التساؤلات والمواقف الإنسانية اللي بتمر بيها بطلات الرواية باختلاف أعمارهم أكيد هتمس فيك حاجة وانت بتقرأ ودي غاية اي عمل فني أو أدبي انك تشعر بنوع من التواصل معاه وتحس ان فيه هم مشترك ما بينكم ودي أقوى حاجة عرفة الرواية تحققها فرح الشخصية الرئيسية وتواصلها مع الجيل الأكبر والأصغر هي محور الرواية كل تواصل من دول التعبير عنه كان حقيقي جدا وبدون مواربة في المشاعر حتى لو فيها بعض القصوة أو حتى الوقاخة فانت مصدقها وبل متعاطف معها جدا تربيتها الصارمة من أمها وازاي أسرت على شخصيتها وقرارتها بعد كده واللي بتحاول تتجنبه في التربية مع بنتها فبتلاقي نفسها بتواجه تحديات تانية خالص علشان تحطينا الرواية قدام معطلة كبيرة جدا وإحنا إمتى بالضبط ندعم أولادنا من غير شروط وإمتى ناخد موقف في جد طب أنا لو سبته هيضيع ولو ادخلت هيقول علي راجعي ومش فاهمه ومش فاهم الدنيا كل ده زي ما قلنا بيتم تقديمه بالكثير من الصدق والطبيعية على الرغم من صعوبة كتابة رواية بالكامل على لسان سيدة والأبطال حتى معظمهم سيدات إلا إن الكاتب نجح في التحديتها وقدر إنه يوصل أدق المشاعر والتفاصيل حبيت جدا شخصية الأم زينب أول مشاهدها في البداية من أفضل وأصدق المشاهد اللي قارتها يمكن من سنين كتير جدا رسم بديه وتوصيف دقيق للظرف الصعب اللي كانت بتمر بيه علاقتها بزوجها وإزاي بتقدر تتعامل مع المواقف الحرجة اللي بيحطها فيها كل مرة فصل علاقة فرح بنجم السينما المشهور أعتقد في رأيي يعني إنه طال أكتر من اللازم كان ممكن أتقبله في سياق تاني لإنه فعلا مكتوب حلو أنا معديش مشكلة معاه لكن أنا كنت عايز زينب ومستدنيها إنت هترجع للأحداث تاني وجودها وعلاقتها بفرح في الحقيقة كان طاغي على كل شيء وأي حد موجود في الرواية حكاية فرح عودة قوية لعز الدين شكري فشير بيأكد فيها إن الكتابة مش لازم تكون مبهرة على مستوى الأفكار يكفي تقديم حكاية عادية بصدق تدفعك للتأثر والتفاعل والتفكير وكل دول هو نجح فيهم بشدة خلصت حلقة النهاردة من الروائي أحب أعرف رأيكم في ترشحات البوكر السنادي وتتوقعوا مين ممكن يوصل للقايمة القصيرة أشوفكم قريب سلام